السلام عليكم و أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تحيي البيانات على الأكسل مبادئ Power Query أو PQB هذا الفيديو هو PQB14 سنتفرج على فنكشن في Power Query اسمها Excel.CurrentWorkbook سنستخدمها لإستخراج للبيانات من جداول داخل نفس الأكسل أيضا سنرى شيئا مهم قوي اسمها Group By لإستخدام تلخيص للبيانات قليلا شبه الممكن Pivot Table ولكن تعمل من جوة Power Query نفسها من المهارات أو الموضوعات المهمة قوي لازم تعرفها وانت بتعمل Power Query في المثال النهاردة سيكون لدينا ثلاث جداول تحتوي على بيانات المبيعات التي تهت أسابيع من شهر يناير يعني كل أسبوع موجود في جدول مستقل وإيه المطلوب؟ أول حاجة مطلوب نجمع البيانات كلها في جدول واحد عندي ثلاث جداول عايز أحطهم كلهم تحت بعض عشان يبقى جدول واحد باستخدام Power Query ودي شبه حاجة خدناها قبل كده اسمها Append أو إضافة أو الحق بالعربي شفناها في فيديو PQB08 لكن المراتي هنعملها بتكنيك مختلف من غير ما نعمل Append هنحط الجداول تحت بعض على طول باستخدام Excel.CurrentWorkbook من غير ما نعمل Append أو إضافة لو عايز ترجع لفيديو PQB08 هتلاقي اللينك بتاعه موجود فوق وموجود تحت في description ممكن ترجع له كمان مطلوب أننا هنختار البيانات المطلوبة للتقرير بس طبعا في الآخر هنعمل تقرير فمطلوب أن أنا أختار جدول كبير أختار بس الـ columns أو الأعمدة اللي فيها البيانات اللي أنا عايز أستخدمها بس واستبعد البيانات اللي أنا مش محتاجها بعد كده كمان احنا شفنا قبل كده أن أنا ممكن أعمل تغيير لنوع البيانات نوع البيانات المقصود به إذا كان text أو numeric أو numbers أو dates الكلام ده كنت بعمله manual يعني بختار column column وأبدأ أغير فيه عايز أشوف في الوقت لو حبيت أعمل الكلام ده بشكل أوتوماتيكي أخير الإكسل يسكان الجدول بتاعي كله وهو يقرر أو يساعدني إزاي أقرر نوع الـ data type إزاي يكون مزبوط الحاجة اللي بعد كده هنستخدم بقى group by عشان نلخص البيانات ونطلع بس تقرير مختصر بمدل تقرير تفصيلي وهنتكلم عن concept بتاعه لما نيجي نشرحها وآخر حاجة هنعمل داشبورد صغير عشان نعرض البيانات أو التقرير بتاعنا حيبع عبارة عن slicer مع اتنين charts تقرير صغير أو داشبورد صغير وفي الآخر خالص حنشوف لما نضيف الأسبوع الرابع والأسبوع الخامس البيانات بتاع الأسبوع الرابع والأسبوع الخامس إزاي الداشبورد ده هيحصل له تحديث تلقائي مجرد بس one refresh وهيحصل له تحديث بشكل تلقائي لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو أو حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الـ description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود للإكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه ما شتقتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة زي ما اتفقنا هدي جداول الموجودة 3 جداول كل جداول موجود في sheet مستقلة زي ما انت شايف جانيوري 17 ويك 1 ويك 2 ويك 3 والجدول زي ما انت شايف موجود في date رقم الاسبوع نوع المنتج والكاتيجري والشانل وبيه كثير جدا فيها net sales وفيها discount والsales value طبعا انا في النهاية مش محتاج اعمل كل تقرير عن كل الحاجات دي انا احتاج في الاخر النات سيلز والقوانتيتي وكمان الكاتيجري وطبعا الdate وزي ما انت شايف جداول مستقلة محتاج اخد هذه الحاجات دي كلها مع بعض تحت بعض قبل ما نكمل اريدك بسرعة الشكل المنتج النهائي احيب اعمل ازاي زي ما انت شايف ده شكل الداش بورد حاجة كده سريعة جدا وصغيرة في الديلي الشكل graph في 38 يوم بتوع شهر يناير اكثر 28 يوم وزي ما انت شايف هنا الكاتيجري بتختار الكاتيجري من slicer بيجيب لك على طول الكوانتي بتاعت مثلا هنا البايكس وهنا ال net sales بتاعت الشكل الديلي وطبعا ده الجادول الخارج من الكويري اللي فيه البيانات اللي انا محتاجها بس وفيه طبعا ال data summarize زي ما انت شايف القصة كلها بتاع 120 line او حاجة عكس اللي موجود فيه ال table التاني اللي احنا ال raw data اللي موجودة عندنا زي ما انت شايف انت لو بسيت على كل اسبوع هتلاقي فيه بيانات حوالي 1300 line في الاخر لو جمعتهم شهر بحاله ممكن يعدي ال5000 لك احنا في الاخر ملخصنهم في حوالي 120 سطر ومش وقدين كل ال columns تعالى نشوف هنعمل الكلام ده ازاي انا اولادي حاطت ال data في table format فلو روحت على table design وانا واقف حالا يمديره حتى اسمه January 17 week 1 وهكزل بقية tables لو تفتكر لما كنا بنحاول نطلع table 1 على query كنا بنروح ومن data على get and transform وبنستخدم الايكون ده اللي هو from table orange دعينا برده ندوس عليه ونشوف هو اصلا بيعمل ايه الايكون ده لو دوسنا عليه هيفتح ال power query وتعالى بقى نركز كده على المكتوب على يمين هنا هتلاقي فيه two steps الاولانية اسمها source والتانية change type دعينا نشيل change type انا مش عايزها دلوقتي وتعالى نركز على source هنوقف على source وتعالى نرجع تاني ونروح نبص على formula bar زي ما انت شايف هنا formula bar زي بتاعة ال excel هتلاقي مكتوب ايه جوا؟ مكتوب excel.currentworkbook هي ده الفنكشن اللي انا بتكلم عنها كمان هنا هتلاقي اسم ال table اللي انت اختارته وكنت واقف عليه وانت بتفتح ال power query عن طريق الايكون اللي بياخد direct من ال table فزي ما انت شايف مديك اسم ال table وكمان هنا في برامتر زيادة فتح 2 square bracket وكتب لك content فكأنه بيقول لك انا عايز من ال current excel workbook من ال excel.currentworkbook دي بتروح تجيب لك ال current excel workbook وتروح تختار table اللي اسمه january 17 week 1 وتجيب لك ال content اللي جواه ده اللي حصل بالزبط اهو وده شكل الدنيا طب لو جيت انا دخلت على formula bar دي وبالماوس كده بال cursor وبدأت اعمل backspace وامسح كل اللي مكتوب فوق ده معادة excel.currentworkbook ودست على enter ايه اللي هيحصل هتلاقي حية غريبة شوية هتلاقي انه جاب لك التلاتة tables كلهم مع بعض جاب لك table 1 واسمه 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 وبالشكل ده قدر يجيب لك كل content اللي جواه ال excel workbook اللي انت شغال منها طبعا لو قفت في الحتة الفاضية جواه السل بتاع table هنا هتلاقي preview لل table بتاعك موجود تحت ادي ال table الاولاني تقف في الحتة الفاضية جانب ال table التاني هتلاقي preview لل table اللي بعده وهكذا طب افرد انت عايز تعمل الكلام ده من الاول مش عايز تستخدم الايكون وبعد كده تروح تمسح بتاع ده باديك محتاج تعملها من البداية تعال نجرب نعملها انا ها اقفل ال editor دلوقتي انهو وبدل ما اقول له keep او اقول له load او الكلام ده هقوله discord او معناها don't save او ignore اللي انا عملته كله فهيقفل ال power query editor ويرجعني تاني تعال نرجع تاني على ال data ribbon ونروح المراضي على get data المراضي هقول له from other sources وهختار حاجة اسمها blank query وهذه اول مرة نجرب نعملها مع بعض سيلاونش بارد وال power query editor بس مش هجيب اي حاجة خالص هجيب لك صفحة بيضة تماما وزي ما انت شايف default query 1 طبعا ده بالنسبة لي ما ينفعش تعال اول حاجة ادي اسم الكويري فخلينا مثلا ندي له اسم نخليها daily sales وندوس enter فكده خلاص الكويري الفاضية بقى اسمها daily sales وعندك اول step اسمها source بس هنا blank فاضي خالص مافيش اي حاجة طب هعمل فيها ايه هبدأ زي الexcel الطبيعي خالص الformula bar هبدأ بequal وبعد كده هكتب اسم الfunction اللي هي excel.currentworkbook وزي ما اتفقنا ان الexcel is case sensitive actually الpower query case sensitive يعني لو انا هكتب excel محتاج اكتبها بالزبط الحروف الcapital تبقى capital والsmall تبقى small زي الfunction موجودة في الpower query فمعنى كده ان ال e محتاجة تبقى capital وبعد كده بقيت excel عادي زي ما انت شايف هو بيساعدني بص هنا وهو اختار لك عطول اهو excel.currentworkbook اول حاجة ظهرت ممكن ادوس عليها واكتبها بعض ال versions هتاميش بيكتب معك فمحتاج تكتبها كلها لكن لازم تراعي ان ال capital يبقى capital و small يبقى small وبعد كده ال dot هتحط ال dot زي ما هي current هتبدأ تاني capital وبعد كده هتلاقي كلمة workbook بدأ بال capital فهتكتب workbook انت كده خلاص تمام جاهز ممكن تدوس enter لكن قبل ان تدوس enter محتاج تفتح قوس وتقفله علشان يبقى انت كده capital function مظبوطة كما هي مطلوبة من من ال syntax ودوس enter سيعمل نفس المنظر قبل كده جاب لك ال tables كلها و ادي اسميها طبعا ال names في مرحات هم ما سيكون لها استخدام معي ولكن دلوقتي انا محتاجها في حاجة طيب تعالى نحاول نستبقى الاحداث كده ونفكر احنا خفتنا قدام هنعمل ايه بعد ما نخلص كل transformation وتجميع data مع بعض احنا هنخرج data دي على table خد بالك لما بعمل close and load و بعد كده اختار table هيحصل ايه في الاخر حيطلع لي table على ال excel workbook و هيبقى اسمه dairy sales فمعنى كده ان انا لما اجي تاني اعمل رفرش لكويري دي هارجع هنا الى table جديد بقى اسمه dairy sales طبعا ممكن يعملك مشكلة لو دخل معاك في ال transformation اللي هيحصل احتمالي يعملك مشكلة فمحتاج من الاول اقوله لو سمحت لو لقيت table اسمه dairy sales ما تاخدوش معك فعشان كده انا هستخدم ال names دي دلوقتي و هعمل منها حاجة هعمل filter out لتابل اسمه dairy sales هو مش موجود دلوقتي حالا ولكن بعد ما اعمل load هيظهر و ممكن يعملك مشكلة فخليني اروح على ال properties هنا اسم الكويري و ده الاسم اللي هيطلع به ال table بعد كده ctrl c عشان اخد منها copy وبعد كده اروح على ال column ده وادوس على السهم اللي فوق عشان استخدم ال filter و هقوله لو سمحت عايز text filter و اقوله does not equal هختار does not equal هيفتحي ال window بتاعة ال filter او text filter و هاي عن does not equal اصادها كده هو اعمل paste control v فكده كاني بقوله لو سمحت اي table اسم و daily sales ما تاخدوش معك و هادوس على اوكي خد بالك هنا ما حصلش اي تغيير لان هو اصلا ما كانتش موجود ولكن دي خطوة استباقية عشان بعد كده لما نعمل load لتابل هيرجع هنا يظهر اسم و هرجع عدولك بعد كده لما نخلص طيب دلوقتي انا عايز بقى افتح ال data دي و خليم كلهم تحت بعض زي ما اتفقنا هنستعمل الزورين العكس بعض اللي موجودين جوه ال content ولكن قبل ما اعمل كده انا خلاص دلوقتي الخطوة دي مش محتاج الاسامي اللي هي January 1 او January 17 week 1 و 2 و 3 مش محتاجها فهاختار ال column بتاعها و اعمل remove وبعد كده اعمل expand عن طريق الساهمين دول اللي موجودين في ال header و زي ما انت شايف عندي columns كتيرة جدا و هنتفقنا نحن مش محتاجين كل ده فهاختار بس الحاجة اللي انا محتاجها فاول حاجة هعملها انتشاك على select all columns انا محتاج ال date ف هعمل تشاك عليه و محتاج ال quantity و محتاج ال net sales و محتاج اقسم بالcategory مش محتاج بقى التشانل والساجمنت والكلام ده كله دلوقتي محتاج بس تقسيمة بالcategory و الوقتي ممكن ادوس على اوكي و زي ما انت شايف هيعمل لك expand لل data بتاعتك بالشكل الظريف ده وبسرع جدا و كل خطوة خدناها اول واحدة ال source بعد كده الفلتر مع كده مشان ال column والexpand اللي عملناه كله متسجل اقدر ارجع delete اللي انا مش محتاجه او اعيد ترتبهم لو انا محتاج طيب دلوقتي زي ما انت شايف بص على هدرس تحت ال column لو بصيت كده و ركزت هتلاقي كل columns واخد نفس data type اللي هو ABC123 معناها any معناها ال excel او power query لسه مش قادر يحدد ال data type بتاع كل column و دلوقتي انا محتاج اخش اعمل ده بشكل manual ده اللي كنا بنعمله قبل كده ولكن خد بالك ان ده بالنسبة لي ممكن ياخد شوية وقت او مجهود فانا محتاج حاجة تسهل علي الدنيا شوية فممكن اروح على transform وهلاقي حاجة اسمها detect data type انا لو اخترتها هو الواحده هيبدأ يختار يعدي على column column ويشوف data type والواحده يحط data type المطلوب لكل column من دول حسب ال data اللي موجودة في ال column نفسه طبعا لازم اعمل كده وانا مختار كل ال column يعني لو اخترت واحده بس وعملت اخترت من data type هيشتغل على واحده بس لكن لو اخترت كل ال column يعني اختار اول واحد واخر واحد وادوس على shift واختار الاواني والاخراني واقول له detect data type لواحده هيشتغل وزي ما انت شايف اول واحده خلاها date بس هو عملها data time فدي ممكن انا اغيرها بقى manual هو الواحده عمل data time انا عايزها date بس فهرجع اختارها وقول له date وحيسألك عايز تريبليس ولا عايز خطوة جديدة سيقول لقى لو سمحت اعمل ريبليس بالنسبة لي الكاتيجري هو الواحده وعارف انه هو ABC فمفيش مشكلة يعني ده text مفيش مشكلة وان تو تريد الكوانتتي ده معناها whole number مفيش مشكلة وان دوت تو ده معناها decimal number لنت سيلز وبردو مفيش مشكلة طب خد بالك انت بوست كده على هيدرز هتلاقي سيقوم بعمل لك content.date وcontent.category وهكذا طبعا ده بالنسبة لي مش مطلوب انا غالبا وانا بعمل expand نسيت اعمل خطوة مهمة ان انا اعمل uncheck على select the prefix بتاع الاسم التابل الاساسي طب عايز ارجع اعدل الكلام ده ممكن ارجع تانية لخطوة expand هتلاقي فيه عجلة كده او هتلاقي wheel كده على اليمين لو دوست عليها هقدر اعدل في الخطوة دي هيفتح لي تاني بص default column name prefix ده انا كان مفروض اعمل uncheck عليه في الاول انا نسيت اعمل كده فانا بس كل محتاج اعمله اختار content وعمل backspace امسحها بس واقول له اوكي هاعدل في الخطوة دي وهتلاقي ان الهيدرز كلها خلاص اتشل منها كلمة content اللي كانت موجودة في الاول فانت كده بقيت اوكي اعتقد احنا كده لو رجعنا بقى على الخطوة اللي وراها طبعا عملت مشكلة لانه اشتغل على اسامي columns غلط فمعلش محتاجين نعيدها تاني هدلت وهارجع تاني اختار columns كلها وعمل auto detect اللي موجودة في transform وارجع تاني على date واختار date مش محتاج date and time اعتقد حضرتك كده replace اعتقد حرارك جاهز ممكن تعمل load لتابلك ويبقى انت كده خلاص عملت كل تحت بعض اعتقد كده هو عامل لو بصيت على number of rows هتلاقيه 999 plus يعني ده فوق ال الف row تعال كده لما نعمل close and load ونشوف الدنيا هيبقى شكلها عامل ازاي فهدوس على close and load close and load 2 هيقفل power query editor ويفتح لي import data window اللي انت اشتغلت بها قبل كده كده انا ما عايز افتابل زي ما اتفقنا وعايز برضو new workbook مفيش مشكلة اقدر ادوس على اوكي هيفتح لي excel sheet جديدة زي ما انت شايف sheet 3 وطلع لي table جديد اسمه daily sales او query جديد اسمه daily sales ولو افتح هنا هتلاقي ده برضو اسم table زي ما اتفقنا احنا ممكن ناخد copy من اسم table ونروح على sheet 3 دي double click ctrl v فكده نمدي اسم مزبوط لل excel sheet وزي ما انت شايف 4022 row لتات اسابيع من sales طبعا ده مش اللي انا عايزه بالزبط انا محتاج اعمل تلخيص اكتر من كده محتاج اعمل summarization اكتر من كده قبل ما نروح على خطوة summarization دي انا عايز اريك بقى دلوقتي لما ايجي اشتغل على query مرة تانية ايه اللي حصل تعال نروح على query من ونعمل double click علشان نفتحها تاني من power query editor ولكنت بتقولك في الاول ان انا محتاج افلتر out table اللي اسمه daily sales تعال نشوفه دلوقتي من جوة power query editor شكله عامل ازاي لو روحت تاني على الخطوة بتاعة source وعملت refresh preview هلاقي بقى عندي table زيادة اسمه daily sales لو قفت عليه ده table بتاع ال output الخطوة اللي وراها filter rows هتلاقيت shell هو ده انا عملته لان في معادة زيادة لانا ما عملتش كده ممكن جدا يحصل تداخل في ال data دي كلها مع بعض لان خطوة ال expand هتاخد معاها كل table زيادة فممكن طبعا يحصل مشكلة وطبعا ده حاجة انا مش محتاجة انها تحصل وبالتالي الافضل ان انا كنت اعمل الخطوة دي طبعا ده بال practice هتلاقي الحاجات دي ال tips دي بتظهر معاك وتاني نفسك بتاخدها بشكل تلقائي وانت شغال طبعا نرجع بقى ايه نشوف ازاي ممكن نعمل تلخيص هنقفل ال query تاني وتعالى قبل ما نعمل ال group by هقولك بالزبط هو انا المطلوب اعمل ايه او ايه المطلوب من ال group by دي فتعالى بص عندي هنا هو في ال table ده الوضع عامل ازاي اللي موجود في ال power point زي ما انت شايف هنا انا عندي اربع سطور بس اول سطرين اسموهم للكategory بتاع ال accessories وبعد كده سطرين الكategory بتاع و هتلاقي ال date متكرر يعني هنا كل ال dates يوم واحد واحد طب انا محتاج السيلز بتاعت ال accessories لواحده و السيلز بتاعت ال bikes لواحده في ال table تاني هنا ال quantity 2 و 2 بالنسبة لل accessories والسيلز 15.7 15.5 و 17.8 فانا محتاج اجمع دول مع بعض واجمع دول مع بعض وطلع line 1 زي ما موجود هنا وسميه accessories فزي ما انت شايف يبقى مبيعات يوم واحد عبارة اربعة والقيمة بتاعتها 30.3 بالنسبة لل bikes برضو بعت 2 transactions theta quantity و theta quantity لما تجمعها يبقوا 6 و اي 336 و 656 لما تجمعهم يدوك 996.1 فده المطلوب ده بالضبط ان انا محتاج اعمله عن طريق ال group buy ان انا لما يكون فيه تكرارات من نفس ال date و نفس ال category اجمعهم مع بعض واعمل عملية جمع لل quantity طبعا ده بالضبط زي ال sum if او ال بالضبط زي ال sum if اللي موجودة في ال excel العادي و نفس اللي بيعملوا برضو ال pivot table في ال excel العادي ولكن انا محتاج اعملها المرة دي من جوة ال power query زي ما انت شايف انا عندي data كتير وطبعا بروسسسيج data كتير على ال excel ممكن يبقى مشكلة 4000 line ما انا اشتراه ليس حكاية اوى لكن انا احب ده اجمع مبيعات السنة كلها وانا عندي حوالي شهر واحد اقل من شهر اقل من شهر اقل من شهر او 4000 line اتخال المبيعات مثلا خمس ست سنين واربعد ممكن تبقى عامله ازاي تفاصيل كتير اوى فمش محتاج انا اخدها كلها على ال excel فممكن عن طريق ال power query ان انا اصغر الديتا دي واخد بس لانا محتاجه واعمل منه ال report نرجع تاني ال power query نروح تاني على ال excel ونروح double click علشان نفتح ال power query editor ونشوف موضوع ال group by هيتعمل ازاي ال group by موجودة في مكانين في options او منيو ال power query موجود في home هتلاقي في النص وموجودة في transform هتلاقي اول واحدة على الشمال خد بالك انت ممكن ما تختارش هيا خالص وتعمل group by سيفتح لك كما انت شايف الويندو دي فاضية خالص انت وقف على category فهو يعني الوحده قال لك group by category ودى لك اوبيشن واحد لو دست على advanced هتلاقي بيقول لك add grouping بيديك يعني screen معقدة اكتر شوية من الاولانية basic دي مديلك one grouping وone column تحمل في ال operation او calculation طيب اسهل ما اعمل كده انا ممكن اعمل cancel وانا اخد بالك انا عايز احتفظ بال date وعايز احتفظ بال category اجمع categories اللي شبه بعض وبعد كده الجمع والطرح سيبقى في two tables اعمل التجميع في two columns يعني هنا العناوين او headers او data وهنا الارقام هنا ال data وهنا ال values فممكن اختار two columns ودوس group by فهو الوحده هتلاقيه حطى لك date والcategory ممكن تadd grouping لو انت عايز او تشيل واحدة منهم هنا هوا ممكن اشيل date او ممكن اشيل بس انا محتاج لتنين فلما تختارهم وتقوله group by فهو بايد فهو بايد هيتدي لك الاثنين دول موجودين فوق معنى كده ان انا عايز اكيب date وعايز اخلي date موجودة وعايز اجمع التجميع زي ما اتفقنا في two columns اول واحد سيبقى اسمه 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 اسم اسم ما نحن اسمه اسم 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 اذا مرحبت ما هي الاثنين ارى اقاند اقاند واحد في حالتنا محتاجين اعمل SUM يعني كلما تلاقي DATE متكرر جمعه مع بعض اعمل GROUPING كلما تلاقي DATE متكرر اعمل GROUPING وتروح على VALUE وتعمل عملية جمع تجمع ال COLUMN اللي اسمه QUANTITY بس كده لا محتاجة واحد تاني فحقوله AD AD AGREGATION التاني هيبقى اسمه ايه برضو NET SALES مش هغاير الاسم خليه زي ما هو NET SALES و نفس الحكاية الOPERATION هتعمل ايه اعمل جمع و هتجمع ايه بالزبط هجمع NET SALES لو دست على اوكي هتلاقيه بسرعة جدا الفوق ال ALF LINE اللي كانت تسعة 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 لو تفتكر و احنا بصين من شوية كان هنا مكتوب 999 PLUS او فوق ال ALF LINE النهاردة لا بقى 84 ROU و حصل عملية التجميع اللي احنا عايزينها كده حضراتك جاهز كل محتاجه انك تقفل Power Query Editor و المرة بدل ما تقوله DISCARD كده ايه كده ايه لواحده هيقفل Power Query Editor و هيبدأ يعمل و هتلاقي عدد سطور بقى 84 بدل ما كان 4000 و كده بقى عندك اهو المترجم الى المترجم الى المترجم الى المترجم الى الموضوع فهنا فضل ان نعمل و نعمل الموضوع سهل نبدأ بالقوانتتي انا هختار و هدوس على Control واختار القوانتتي و الكلام كله و هروح على Insert و من Insert هختار و من Charts ممكن اختار ولاش الكلام سنختار الان سيرسم شيء غريب لماذا يكون شيء غريب؟ لأنه ما زال فيه تكرار يعني يخد بالك اليوم متكرر مرة واحدة لكل كاتيجوري فمعنا كده محتاج اعمل فلترائشن على حاجة لوحدها عشان هذا الجراف يبقى لي معنا لكن قبل ما اعمل فلترائشن هنا فيه حاجة مهم جدا فلتشارت محتاج اعملها فحقف على تشارت خلينا نقفل دي عشان ندي نفسينا مساحة شوية وهعمل رايت كليك وهقوله فورمات تشارت اريا وهروح على اليمين هنا خالص الحتة اللي هي المربع ده اللي هو في الاخر خالص ده وهاختار من البروبرتيز هاختار حاجة اسمها وبعد كده اقدر اعمل فلترائشن تعال نختار حاجة زي البايكس كده شكل الشارت بقى شكله معقول جدا بقى بيتكلم على المبيعات البايكس الديلي تهت اسابيع هول عندنا الغد من يوم واحد اليوم واحد وعشرين وشكل الشارت معقول لو اختارت حاجة تانية وليكن مثلا الاكسسوريز مكان البايكس فهيديك برده هيغير وهيديك شكل برده معقول طيب انا طبعا عشان عايز داش بورد فمش معقول كل مرة هروح على الجدول وعمل فلتريشن فتعال نعمل انفلتر للكلام ده كله ونعمل حاجة شكلها لطيف فهنا واقف هنا هروح على تابل ديزاين وهختار انسرت سليسر وحقول له عايز سليسر على الكاتيجري وهدوس على اوكي هيدديك سليسر زريف قوي ممكن اجيبه على يمين هنا واختار بقى منه بايكس كمبوننس سليسر زي ما انت عايز وحيدي لك اللي انت عايزه على طول طيب تعال بقى الوقت نعمل شوية تشينجز في التشارت احنا قلنا ده بتكلم على الكوانتتي فالتايتل ممكن اعمل دابل كليك واكتب كوانتتي الجريد لايز دي انا ما بحبهاش فحقف عليها وعمل ديليت ممكن اختار اللاين ده واجي هنا اقول له سموست لاين فحتلاقي الكسرات دي بقى شكلها احسن شوية وممكن اللون ده وليكن اختار حاجه يبقى شكلها وليكن مثلا غري خفيف فحنروح على الفورمات ممكن زي ما احنا هنا في الابشنز اختار اللاين اختار مثلا غري ده ويبقى الكونتتي معمولة باللون الرمادي طيب ممكن برضو التشارت كده عريض قوي مش محتاج كل العرض ده ممكن اصغاره شوية اطلع به كده فوق وبعدين لو انا مختار التشارت لو دست على ALT وبعدين اختارته بالماوس اقدر ألزقه في الكورنرز بحيث انه يبقى ماشي مع الجرد وبردو انا بعمل سايزنج اقدر ألزقه زي ما انت شايف كده يلزق فيبقى ايه ماشي مع الجرد بالزبط اعتقد كده معقول ممكن نيجي بقى السليسر ده ونختاره كده ونلزقه هو كمان في الجرد طبعا اللابني مع الرمادي مش حلو فممكن نروح على السليسر الريبن هنا ونختار السليسر واختار الرماديات شكلها زريف ممكن اعمل بردو سليسر ستنجز وممكن اشيل الهيدر وبردو انا دايس ALT اصغر كده شوية فكده اه بردو شكله معقول حبة ممكن ازود الهيط خلي الهيط بتاعه ممكن ازود الهيط كده لطيف ممكن بردو انا مختار ALT الذي زقه في تحتها فكده هو ممكن ايه الزراير اختار ودي الكوانتتي تمام اعتقد انا كده ممكن بقى اخد كابي تانية من التشارت كنترول سي وافتح تي وقوله كنترول في اعمل لك كابي تانية مشابهة ليها بالزبط بس المراد بقى اعيز اخليه نت سيلز فانا اختار الراسمة نفسها بدل ما اختار كونت اخده على الجنب فكده بقى باصس على نت سيلز وطبعا محتاجة غير التشارت واخليه نت سيلز وكده تمام طيب السلايسر بس كبره عشان يبقى ماشي مع الاثنين وانا اسألت عشان يلزق في الجريد ممكن ارجع الهيط تاني بتاع الزبط يدخن شوية كده تمام فزي ما انت شايف او حرك بس ممكن اغير بقى ايه الكلور ده اخليه الاحمر عشان يبقى شبه من ال Format Data series بس كده اختار الجرد لعيين و من ال line اختار ايه اختار الاحمر الغامق وياكون ده اختار حرك ممكن ثم اختار وناختام جريد ويتحرك معك وعندك كتات أسابية وكما ترى ، اضافة داتا واضافة افرد بعد ذلك ، جاء لي داتا جديدة وهذا ما نفعله بالضبط جاء لي بقى فايل جديد وفي اسبوعين جداد اللي هو ويك فور ويك فايف لا يوجد أي مشكلة ، مجرد ما أنا سأضعه في نفس Excel Workbook سيحصل لـ Update Automatic سأقوم بـ Move و Copy وقوم بـ Copy وديه في T3 وقوم بـ T3 وقوم بـ T3 OK فاينة جديدة وقوم بـ T3 وBen's Note وقوم بـ T3 وقوم بـ T3 وقوم بـ T7 وهاده 5 أسابيع وقوم بـ Week 1 و2 وقوم بـ Week 5 نقف هنا وكما يكون طريقة تقوم ب been-Case وقوم بـ Refresh نقوم بشكل نفسه و اختار الفراش و يجب ان ترى الوضع الوضع يوم ستجد ان ترى الوضع تاريخ و تركيز من 24 line بدل ما كان حاجة 80 و يجب ان ترى الوضع يوم 31 و دخلت الوضع و تذهب الوضع على الوضع و تتركيز من الوضع كي لاحظر نفتح الوضع و نرى الوضع و ترى الوضع الأسفل و تركيز من الوضع الخطوة اللي وراها شال ومختفز بالخمس أسابيع اي حاجة هتدخلها زيادة هيحصل نفس الكلام ومش محتاجة عمل حاجة هنا ممكن نقفل ده اعتقد مهم انك تبقى فاهم ايه اللي بيحصل في excel.current workbook مهم جدا تبقى فاهم group buy مهم جدا تبقى فاهم ازاي ان التشارتز بتحرك وتشتغل automatic وبتزيد فيها data لما بعمل update للتابل اللي هو اصلا مبني على query اللي بيحصلها update automatic عن طريق excel.current workbook بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو شكرا جدا لوقتوك وقبل ويسيبكو لو لسه مشتركتش في القناة واسبحت تشترك واعمل لايك للفيديو لو عجبك واسبلي تعليق واشتركوا في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته